مساء الخير عليك يا سارة ويعني عايز اعرف ازاي الرحلة ابتدت الاول وكان عندك كم سنة اول ما ابتدتي تتمراني كورة والف مبروك انك بقيت الكابتن مساء الخير انا بدأت العب كورة وانا عندي خمس سنين وبدأت عشين ان اخوتي محمد ابراهيم كانوا بيلعبوا في الملعب اللي جنب البيت وفي البيت كنت بتفرج مع بابا على الماتشات وحبيت الكورة وقلت الماما وبابا اللي نفس العب كورة واول ما ابتدتي ابتدتي فين ابتدت في لومبرديا وونو ملعب تبع الميلان في الفين وخمسة عشر وقعت دتمراني كورة قد ايه بتمرن بالي تمان سنين تلاتين في الاسبوع يعني انت ابتدتي بس من ثلاث سنين انت دلوقتي عندك كم سنة صورة لا لا انا بدأت من تمان سنين من تمان سنين انت عندك دلوقتي خمستاشر يعني بتدتي كورة لا انا دلوقتي عندي 14 سنة عندك 14 سنة وبقيت كابتن الفريق اه واخواتك الولاد بيقولولك ايه بقى كانوا فاهمين ان انت هتوصالي كده تكوني كابتن في كم سنة دول ولا الموضوع كان عامل ازاي واضح ان انت دخلت الكورة علشان هم اللي حبيبوكي في الكورة اه هم اللي كانوا بيدربوني وانا صغيرة يعني هم اللي وراي على طول مين مسلك الاعلى في الكورة ما ما سمعتش السؤال مسلك الاعلى في الكورة يا صورة اكتر لعيب كورة بتحبيه اه بحب كريستيانو رونالدو بس بحب كمان محمد صلاح السرعة بتاعته انت مركزك ايه خط النص خط النص والكورة واخده وقتك كله ولا انت ممكن تكوني بتعملي حاجة تانية مع الكورة يعني وبتشوف الموضوع ده صعب عليك كبنت ولا لا عادي لا عادي بس عمرك ما حالتك من موضوع فارق يعني لا لا عادي بس بياخد وقت برضه بياخد وقت وورايا مذاكرة بس بعمل كله انت وزيرة الهجرة كرمتك يا سارة صح؟ اه التكريم ده كان عن ايه؟ لما اخدتي كابتن الفريق ولا التكريم ده كان عن ايه؟ هي جات في ميلانو عشان تقابل الناس اللي عايشة في ميلانو بتتكلم معاهم وانا قابلتها وانتي شايفة نفسك ازاي مستقبلك بقى في موضوع الكورة ده؟ عايزة تكملي عايزة تعملي ايه؟ عايزة تعملي ايه في موضوع الكورة؟ اه عاوزة كمل طبعا عايزة تحتاري في تروحي تطلعي بره ميلان عايزة تعملي ايه؟ نفسي اوصل لأول فرقة بتاعت اللي سي ميلان وهو ده حلم بلعب الكورة مشهورة ان شاء الله يا سارة بباركلك الف مبروك سارة انور الشامي شكرا جزيلا على وجودك معنا وكل التوفيق ليك يا سارة